اشتركوا في القناة 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 الاستشاري المصري امجد خليفة قناة مهمة جدا قناة فيها العديد والعديد من الفيديوهات والشرحات لعلوم الجودة والتميز طيب زي ما عودت حضراتكو قبل ما نبدأ في مادتنا لازم قدل حضرتك خريطة لازم قدل حضرتك رودماب احنا هنمشي ازاي هنبدأ فين وهننتهي فين بدايتنا مع الفصل الاول قبل ما اخش على التقات الخمس قبل ما اكلم حضرتك عن استراتيجية مهمة جدا من استراتيجيات تطبيق كايزن والادارة الرشيقة انا لازم اكلم حضرتك عن ويست عن الهادر يعني ايه هادر يعني ايه ويست وكمان لازم اقول لحضرتك مصادر مصادر الهادر دي تلاقيها فين ده الفصل الاول ثم انتقل مع حضرتك للفصل التاني على طول اه نبدأ بقى نعد ونتكلم عن التقات الخمس او الفايف اس يعني ايه فايف اس المقصود بهذا المفهوم نشأته نشأ فين والتطور اللي حصل ل هذا المفهوم ثم الفصل التالت اه الغرض من تطبيق التقات الخمس هدفنا ايه احنا عايزين نطبق التقات الخمسة ليه طيب هنقول الغرض ونسكت لا لازم ادي لحضرتك كمان التطبيق هتطبق ازاي اربع محطات مهمين جدا مفهوم الهد لازم امهد لك لازم اديك ايه هو الهد ثم نبدأ نخش على التقات الخمسة ونعرفها ونشوف نشأتها وبعد كده ننتقل الى الغرض من تطبيق التقات الخمسة وفوائد تطبيقها ثم عملية التطبيق الفعلية بقى طيب نشرح الموضوع اكتر شوية في الفصل الاول هنتكلم عن الويست يعني ايه ويست وايه هم انواع الهد الثلاثة السري موز اللي سمعني قبل كده واللي امتبعني واللي سمع محاضراتنا وشروحاتنا عن كايزن هيعرف ايه هم السري موز ثم المصادر السبعة سيفن ويست ودي المفهوم الكلاسيكي بتاع تاياتشي اونو ثم المصادر التمانية لما بعد الباحثين بقى ورواد تطبيق كايزن واللي منجمينت قالك لا السبعة ده هم تمانية في نسأله تسعة وهكذا سيفن ويست او المصادر السبعة او المصادر السمانية للهاتر في مفهوم مهم جدا لراجل وعالم مهم اوي اسمه ارمند فيجنبوم اه هيدن فاكتوري يعني ايه هيدن فاكتوري يعني ايه المصنع الخفي مفهوم مهم جدا مصطلح كونسبت مهم جدا لازم نقف عنده لازم افهم حضرتك يعني ايه هيدن فاكتوري او طيب انت حضرتك مهدتلي وقلتلي الهدر وانواع ومصادر ومفهومه طيب ايه علاقة كل ده بالفايف اس الفايف اس هيتخلصلي من ده ازاي هو ده هو ده الكويستين هنا هو ده السؤال هنا طيب هنخش بعد كده على الفصل التاني وهيبقى عندنا تلات اه عناصر مهمين جدا اول عنصر هو ناشئة وزهور التاقات الخمس مفهومه وي اه مفهوم التاقات الخمسة والتاقات الست لانه حصل للتاقات الخمس تطوع كان عندنا الفايف اس بقى عندنا سكس اس وي حاليا بنتكلم في سيفن اس هنتعرض لكل هذه العناصر وهنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله الفاصل التالت هنتكلم عن الفايف اس وعلاقتها بالفيجوال مانجمينت الادارة المرئية ويعني ايه ادارة مرئية فايف اس سايكل دايرة التاقات الخمسة فوائد التطبيق وفلسفتها بقى في التطبيق ايه هي فلسفة الفايف اس كل دي عناصر مهمة جدا هنقابلها مع حضراتكم في الفصل التالت ثم هنختم بالفصل الرابع خطوات تطبيق التاقات الخمس نصيح وارشادات تاخد بالك منها عشان تضمن تطبيق فعال ثم قائمة تحقق لالفايف اس عشان تتأكد ان عملية التطبيق بتتم بشكل صح هي دا باختصار محاور مادتنا مادة التاقات الخمس قبل منطقل مع حضراتكم لصلب المحاضرات وقبل منطقل حضراتكم الى صلب المادة التدريبية انا عايز انبع لحضراتكم تنبيه مهم جدا اي حد هيسمع معايا المادة دي لازم ياخد بالو من مجموعة نقاط مهمة جدا انت بتحضر مادة التاقات الخمسة للاستشار المصري امجد خليفة يبقى بتحضر مادة مهمة يبقى بتحضر مادة محتاجة تركيز حضرتك لازم تخش تركز لازم حضرتك داخل تتعلم لازم حضرتك تبقى فاهم انك داخل اه تفهم لازم تركز معي كويس جدا لازم تستمع للمحاضرات كويس جدا لازم تاخد بال حضرتك ان حضرتك داخل تحضر مادة تدريبية مهمة محتاجة تركيز محتاجة اهتمام مش داخل مجرد تسمع وتخرج لا اللي داخل عشان يتسلم او اللي داخل عشان يضيع وقت يقدر ان هو يعني يحضر او يسمع هذه المقاطع موجودة كتير جدا على الانرنت موجودة جدا على شبكة المعلومات الدولية حضرتك تقدر تسمع لكن عشان تستفيد انا بقول الكلام ده لمصلحة حضرتك ومصلحة اللي هيسمع المادة دي عشان تستفيد لازم تركز معي لازم تستوعب اي شيء مش مفهوم في المادة هتعلق على المحتوى الاستفادة حبيت ان انا انوه هذا التنويه في الجزئية دي تحديدا عشان حضرتك تبقى مستوعب ايه هي المعايير اللي لازم حضرتك تبقى ملتزم به عشان تستفيد من هذه المادة